فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار الحمد للسلام عليكم طبعا علمنا أن فضل لا بدنيه فضل وأن العلماء الربانيين الذين قد كتب الله لهم القبول في الأرض وعاشوا أمدا بعيدا ودهرا لدين الله جل فعلا يسعون إلى نشر دينه ولنصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن الله جل فعلا قد قدمهم على الناس جميعا وقفهم على العالمين وأنزلهم الله منزلة الرسل والنبيين فاحترامهم وتوقيرهم واجب على كل المكلفين على لسان الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط قارن العلماء بالملائكة بل هناك قول عند بعض العلماء في الاختلاف هل صالح البشر أفضل أم الملائكة أفضل تدل من قال بذلك على أن الله جل فعلا قدم آدم عليه السلام على الملائكة وأيضا أمرهم بالسجود بأنه فضله عليهم بالعلم قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ولما اختصم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في الرجل الذي قتل مئة نفس ومات وذاهب حالة كوني ذاهبا إلى أرض التوبة واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب جاء ملك على صورة بشر وارتضوا به لأنه فصل النزاع بعلم قال قسوه فلأي أرض أقرب فله حكمها المجاور وليخص حكم مجاور كما بينا في هذا الباب عمتا هذه يعني بيان واضح جلي للعلماء الذين اصطفاهم الله واختارهم أخي الكريم لو تعلم قيمة العلماء في مكانك وفي بلدك وفي دنياك الناس كما قال علماؤنا يعني الناس فيتهم وتخبط يعني ما لم يكن فيهم وعلى خطر عظيم انقبض الله العلماء فيهم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويبقى الجهل يرفع العلم ويظهر الجهل قال وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزاع من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا يعني لم يبقى علم لم يبقى علما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا شيخ مصطفى العدوي رجل قد يعني عاش لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينافح وينازع المناوئين للسنة وما تراه يتكلم إلا بالكتاب والسنة قد سافر إلى فضيلة شيخ مقبل ابن هادي الوادعي والرجل أصلا تخرج من كلية الهندسة وترك كل ذلك وترك الدنيا خلفه ظهريا من أجل ربه وقد تمكن من العلوم وذهب إلى فضيلة الشيخ وتراه إلى الآن ينافح عن السنة وعن يعني المحافظة عليها وإظهار السنة والكلام عليها تحقيقا وتفنيدا وما نراه إلا من أهل السنة والجماعة لكني أقول قد يخطئ ويصيب وقد يستدرك عليه وما من عالم إلا ويسهل على الإنسان أن يستدرك عليه وما من عالم إلا وطالب العلم الذي هو أقل منه بكثير أو يكون مستمعا له أن يرى له أخطاء علمية يقع فيها والله أجل فعله ما جعل العصمة إلا الأنبياء العالم يصيب ويخطئ وفي حالتيه عند الإصابة وعند الخطأ فإنه يدور بين أجرين وبين أجرين ففضيلة الشيخ كما قلت عاشى للسنة ويعيش إلى الآن للسنة وما تراه إلا يأتيه طلبة العلم من كل حدب وصوب يطلبون عنده الحديث وأيضا يرعاهم ويهتم بهم وأنا لي شخصيا مع فضيلة الشيخ أكثر من لقاء ما ما رأيت إلا أرقى الناس خلقا وأعظم الناس تواضعا وأحسن الناس هديا وسمتا ودلا وعملا بالسنة لا سيأم أنه مؤخرا أيضا ربط اسمه بكتاب الله جل في علام وله تفسير وإن كان يسيرا يقربه للناس جميعا لكن أيضا هذا انشغال بكتاب الله للفعلات وأفضل الناس من انشغلها بالوحيين ولذلك مدارك الأحكام عند الفقهاء على ما قالوا نص ومعنى وهذا الذي قاله السمعاني في قاطع الأدل نص ومعنى نص كتاب وسنة والمعنى هو النظر الحق إلى ذلك لكن هو نص ومعنى إذا كان النص معه فإذا من يغالبه ومن يغلبه وفضيلة الشيخ كما قلت لا يحيد عن السنة بحال من الأحوال وهو يصدر السنة في كلامه لكن كما قلت لكم قد يخطئ في إسقاط الحكم على المسألة إسقاط الدليل على الحكم أو إسقاط الحكم على الواقع أو الدليل على الواقع في مسألة ما هذا أمر وارد ويحتمل أما أن يهاجم فضيلة الشيخ أو أحد ينتقص من قادره هذا انتقص منه هو أولا الشيخ كالجبل الأشم مهما تفعل فلن تصل إليه ولن تبلغ شأوه ولا تستطيع أن تحرك ساكنا فضيلة الشيخ كما قلت كتاب اسمه بحروف من نور يذكرني فضيلة الشيخ بأحد أكثر عندما دخل على هارون الرشيد أو غيره وهو يقول له من خير الناس قال أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال كذبت ويقصد بذلك أخطأت ويحيا من العلماء النبلاء قال كذبت خير الناس رجل عقد مجلس التحديث يقول حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل رابط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم ففضيلة الشيخ مصدر العدوي رجل رابط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم وعاش لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل لها وينافع عنها وينشرها بين الناس فعلينا أن نتقل لها ربنا في علمائنا وعلينا أن نتقل لها ربنا في هؤلاء الأبرار فإننا نستمطر بهم السماء وكما قلت ليس رجلا ملكا وليس معصوما وإنما يكفي النبيل أن تعد معيبه ولا يصح كما قلت أعراض العلماء هكذا تلوكها يعني الألسن وهذا هو شفاء للمغرضين هؤلاء التنوريين والمستشرقين هؤلاء الذين هم أجل من الدابة والذين قد تجرأوا على علمائنا ونبلائنا وسلفنا الصالح تجرأوا على البخاري وعلى مسلم تجرأوا على الشفع وأبي حنيفة تجرأوا على مالك وعلى أحمد تجرأوا على الأفذاذ تجرأوا على الصحابة لما يخرج أجل بئيس تعيس جاهل جهل جهل مركب يقضح في ابن عباس ويقول ابن عباس 13 سنة يعني كيف أتى بكل هذه الأحاديث وكيف أتى بكلية هذا العلم هذا البئيس الضئيل لو جلس يفكر أن النبي ضم ابن عباس ودع له دعوة والنبي مستجاب الدعوة بأبي هو أمي اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل وجلس تحت رجل هذا الشيخ الرباني العالم الرباني مصطفى العدوي وجميعنا يتشرف أعلنها وجميعنا يتشرف أن يجلس تحت قدميه فيتعلم منه العلم ويتعلم منه السنة وينظر في الكلام على الأسانيد لتعلم من فضيلة شيخ مصطفى مثل هذا الجاهل لتعلم منه أن ابن عباس وإن كان روى أحاديث كثيرة لم يحضرها بأن هذه الأحاديث أحاديث مرسلة ومرسل الصحابي عند جميع المحدثين من المتقادمين والمتأخرين أنها على الوصل أنها صحيحة ليس فيها ثمت شيء إلا ما جاء عن أبي إسحاق الإسفريني وغير أبي إسحاق لكن هذا شذوذ هذا شذوذ اتفاق جماهير المحققين من نجوم علماء الحديث وهم يقولون مرسل الصحابي على الوصل في هذا الباب لو كان جلس تحت رجل هذا العالم الرباني لعلمه بدل ما يهلك نفسه ويقع في ابن عباس ويخرب على الناس أمر دينهم ويخرب على الأغرار الأغمار عقولهم ليتجرأوا على ابن عباس جرأة عظيمة وأنا صراحة أهيب بالإخوة الذين قد تجرأوا على العلماء عندما جاءت الفتنة الكبرى التي عصفت واصطقت بالجميع أنا ولن أبرئ نفسي أمام ربي لا أخل من ذنوب وذنوبي قد أثقلتني وقد علت بي إلى عنان السماء وإني أستغفر ربي لأن الذنوب التي بيني وان ربي حسابي عند ربي ليس عند أحد وعندما أنا حتى لو أزنبت فأخفيت فإنني أحاسب عند ربي فالأمر بيني وان ربي وعند الله تجتمع الخصوم وسأرى الإنسان مكانته وكرمته عند الله جل فعلا لكن الذي أقصده في هذا الباب وإن كنت كذلك سأنافح عن العلماء إلى أن تذهب السلفة إلى أن أموت هو الذي به الشريعة عرض العلماء هو نصرة دين الإسلام عرض العلماء هو توقي النجاة عرض العلماء هو تقدم هذه الأمة عرض العلماء هو رفعة راية النبي صلى الله عليه وسلم خفاقة عالية عرض العلماء هو أسماء لامعة من الصحابة في سماء دنيانا فلابد أن ننافح عنها وأن نزب عنها ولا نمكن منها من هؤلاء الأغرار الأغمار شيئا بحال من أحوال وكما قلت لابد أن يعلموا أن في الزوايا خبايا وأن أعراض العلماء ليست سهلة لتنتهك وأن من يخطط ويمنهج لمسألة إسقاط العلماء سيسقط ويسقطه الله اللي فعلها لأن العلماء الله تعالى صدرهم هداية واصطنعهم لنفسه وأرادهم من أجل نشخ الخير والمدافعة عن الخير والمنافحة عن الخير والله ما جعلنا كلها صالحة وجعلوا وجهة خالصة ولا تجعل لأحد فيها فيها شيئا الجرأة على فضل الشيخ مصطفى الجرأة على علمائنا معناها إسقاط السنة هؤلاء القوم الآن يحملون السنة الآن ويحملون هم المنافحة والمدافعة عن السنة علم الحديث علم الراقي علم شريف فيه ما فيه وطبعا أنا أرى أن أشرف علوم علم الحديث هو علم الجرح التعديل وأيضا علم العلل في هذا الباب وعلماءنا يقفون الآن يقفون سلاحا قويا دفاعا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم واجعل يعني أنا يعني أقول يرجع الأمر أن يبوء بها من قام في بعض الفيديوهات على الريتيوب أو في التلفزيونات ويتكلم باستهزاء ويقول ولحوم العلماء مسمومة لو أكلناها نكل إيش بعد ذلك يريد أن يستهزئ بعالم لأنه خلفه في قضيات التي يعيش لها سواء كنت مصيبا أو كنت مسيئا أو كنت مخطئا أو كنت ما كنت ما لك وللعلماء أنت بتتغاب بهذه الطريقة لأنك بتجعل زريعة لكل داخل أن يتجرع على أعراض العلماء يا أخي العالم حتى لو سقط وزل وأخطأ يا أخي لو نافق مرة خذه أنت وانصحه بينك وبينك افعل ما شئت بينك وبينه انكر عليه كيف ما شئت كما أنني أقول كن كن رجلا نبيلا تسعى إلى إخفاء إلى إخفاء الخطايا وأن تعالجها للقرب من رب البراية لا أن تأتي تهاجم الشخص النبيل من أجل هذه الخطايا لا يعالج هذه الخطايا ولا تهاجم النبيل الذي يحمل هذه الخطايا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وسأتي في الشرح النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو لم تزنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يزنبون فاستغفرون فيغفر لهم زلات العلماء لا تنقطع ولأن الله يبين لكم أنه لا كمال وأيضا يبين لك أن هذا العالم وإن أخطأ فالله ما أسقطه وأن الله جعل بخطئه أجرا أو على خطئه أجرا لتعرف مكانة العالم عند الله رأيت يعني لو نظرت ودققت فإن الله جعل العالم له أجرا عند الإصابة وأجر عند الخطأ أخطأ زل أخطأ أخطأ في الفات وأخطأ في الحديث أخطأ فالله يعطيه أجر يقول يعلم جميع جميع المكلفين مع خطأه أنا أعطيه الأجر لأن استفيت على الناس جعلت في مكانة ليست مكانة ليست مكانة لأي أحد ففضيل الشيخ مصطفى عاش عمره لدين الله وعاش عمره للسنة شوف كم عام الآن شيخ بلغ السبعين أو فوق السبعين يعيش هذه المدة لله لفعلان والله ينشر خيره وكتب له القبول والناس جميعا يستمعون له وهو ينافح ليلة نهار صباح مساء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفتي للناس وهذه على الأقل فك كربات وأيضا ما فيها من الإحسان والصالحات قربة لرب الأرض والسماوات كيف ينافح عن السنة كيف ارتبط بكتاب الله جل في علاه وليل النهار الرجل لا يهدأ بحال من الأحوال فضيلة شيخ العالم النبيل أستغفو الله أنني قلت الرجل أقصد هذا العالم النبيل الرباني لا يهدأ بحال من الأحوال وكما قلت لكم أنا لقاءاتي معه أكثر من لقاء ويعني رأيته نبلا وخلقا حسنا ورأيت منه صفاء ونقاء ورأيت منه تواضعا وأيضا كان ذهب لي أخ كريم يدرس الأصول هناك فالشيخ بنفسه اتصل عليها اتصالا تاما وقال لي أريد أن يكون استند عندنا عاليا وتأتينا فقلت أنا يعني ينتبني شعور عجيب أن أتشرف شرفا عظيما أن أأتي إلى مكان حضرتك وذهبته الحق دعوني أكثر من محاضرة ألقيتها في مسجد الشيخ بفضل من الشيخ وبإذن من الشيخ أخالف فيها وأصرح والشيخ لا غضاد عنده في هذا الباب يعني لابد أن نفهم النبيله النبيله الذي لا يخلو يعني إذا قلت النبيله والذي لا يخلو من عيب قل لا نبيل في الدنيا قل لا نبيل في الدنيا وأنت تخالف السنن الكونية كفى بالنبيل نبلا أن تعد معايبه وليست معايب أنا أتكلم على أنه له حتى في أخطاء وزلات يا أخي انكر الأخطاء وزلات وتعالى علميا باين للشيخ لكن أن تمنهج أنك تريد أن تسقط عالما قد سبته الله للسنة وأنه يعني يتمسك بالسنة تريد أن تسقطه ما الذي ما الفائدة من ذلك ماذا تفعل للأمة أنت إذن عدو لله أنت هنا تصد عن سبيل الله فضيل الشيخ مصطفى رجل قد بلغ من العمر مبلغا يعمل دين الله لفعله وقد قال النبيل السلام ليس منا ليس منا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه فاعرفوا لعالمنا حقه واعلموا أنه أسد من أزل السنة وأنه ينافع حان السنة وعاش دهرا وأمدا يفند الأحاديث ويبين الصعيح منها والضعيف وأيضا له ما له من ذوق راقي في البحث والإطالة في أيضا العمل لدين الله لفعله إياكم ثم إياكم إن الله سيبتلكم بقوارع وصوارع كلما أردتم إسقاط العلماء العلماء إذا سقطوا سقطت الأمة إياكم أنتم تجنون على أنفسكم ليس عليه ما الذي يدير هو الله علم به والله جل فعلا قد علم وضع له مكانته عنده والأمر منتهي مدام الرجل قبوله عند ربي هذا العالم رباني عند ربي من الذي يستطيع يعني أن أن يهز مكانه دخل عربي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له أعطني فإنما تحزين وذميشين قال له ذاك الله ذاك الله وعلم أخي الكريم إذا صلتك الله على العالم فأراد الله خزلانك وأراد الله هلاكك وأراد الله أن يأخذك بلسانك اعلم أن الهجوم على أعراض العلماء فتنة ليست بعدها فتنة لا يمكن أن ينجو منها أحد نار حفرة نار حفرتان عظيمتان من حفر النار حفرة أولى وحفرة طولات الأمور ألوقو فيهم والقطح فيهم حفرة من نار والحفرة الأعظم عند الله جالفعلاء حفرة العلماء وهم أولياء أولياء الله جالفعلاء كما قال يعني لإمام أبو حنيفة لما يكن الفقاء هم أولياء الله فلا أعلم لله ولي ولذاك الإمام الشفعي قال في قوله من عاد了 وليا فقد آذنتوا بالحرب قال العلماء هم أولياء الرحمن العلماء هم أولياء الله فلابد أن نخش على أنفسنا على مثل أمثال هؤلاء العلماء طيب الله فضيلة الشيخ وأطال في عمره وأحسن في عمله ومتع به ونسأل الله جلال فعلاه أن يفيد الأمة من إحسانه ومن مجهوده ومن حفاظه على السنة رجل من أهل السنة رجل يعلو بالسنة رجل ينافح عن السنة رجل يحافظ على السنة اللهم متع به اللهم أطل في عمره وأحسن في عمله اللهم اجعله رأسا ورؤوس السنة عاليا خفاقا إلى السماء اللهم سد عنه الكيد والمكر والشر والضر وأنت أرحم به وأنت الذي اصطنعته فحافظ عليه وأنت أرحم الراحمين فنسأل الله للفعلها أن يرد كيد الكائدين ومكر الماكرين وألتنة الطاغين فإن الله رب العالمين هو أرحم الراحمين نسأل الله للفعلها أن يجعلنا رميعا ممن يعلم للعلماء قدرهم وأن ينزل الناس منازلهم وأن يعمل لدين الله للفعلها صدقا وإخلاصا لا لأحد ما ونسأل الله للفعلها أن يرمعنا مع فضيلة الشيخ الرباني السني الذي يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله تحت راية واحدة هي راية النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا الله على متشرفين مكرمين في عرصات يوم القيامة عملين لدين الله للفعلها ولا نقول ممن قال ولا نكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من صعب بهم النار نحسبه فضيلة الشيخ الرباني نحسبه على خير وإلى خير ونسأل الله أن يرفع مقام كل من ذب عن الشيخ ووجوبا على الأمة أنا أقول طلبة العلم الآن وجوبا على الأمة بأسرها الذب عن فضيلة الشيخ وعن أمثال فضيلة الشيخ وعن كل علمائنا الذين تجرأ عليهم الرعاع بالكلام عليهم حفظكم ربي وحفظ الله شيخنا وحفظ الله رايتنا وحفظ الله سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونسأل في عليائه أن يصدر لنا الأطقياء الأخفياء وأن يجعل يعني معنا من ينافح عن السنة حقا ويعمل الدين الله حقا ونسأل الله النصرة نسأل الله التعجيل بالنصرة نسأل الله أن يمكن الدين في الأرض نحن لا نعبأ بأحد علمنا أن النفوس والأرواح والأبدان بيد رب العباد سبحانه وتعالى واعلم أن الأمة لو يجتمع تعالى أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمع تعالى أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف قال أعطيني فإنما تحزين وذمشين قال ذاك الله فالممدوح من مدح الله والمذموم من جمع الله للإنسان سيطان سيط في السماء وسيط في الأرض وسيط الأرض مرتبط بسيط السماء نسأل الله للفعلاء أن جعلنا ممن يحافظ على أعراض علمائنا وأن يذب عنها ونسأل الله أن يجعلنا ويكم من الذين أنصرون دين الله للفعلاء حقا اللهم أمين اللهم أغفرنا تقصيرنا في حق علمائنا ولشيخنا همتون عالة الثرية فنالت من فنون الدين رية ولشيخنا همتون عالة الثرية فنالت من فنون الدين رية فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلصي يتربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاحى المحيا